هنبدأ كده مع بعض كورس الهيت ترانسفير الهيت عبارة عن انرجي بتتحرك التحرك اللي هو بتاع الانرجي ده ما بين المليكيولز اكوردنج تو ايه التمبراتشر ديفرنس يعني الهيت عبارة عن انرجي بتتحرك من مكان لمكان اكوردنج تو التمبراتشر ديفرنس الهيت بتتحرك من خلال الصولتز بنسميها باي كوندكشن او الفلاود باي كونفكشن او امتي سبيس باي ريدياشن الرمز بنرمز بتاع الهيت بالكيو واليونت بتاعتها باي انجليش سيستم البريتي سيرمال يونت بيتي يو او كالوريز باي الاسا اي سيستم اللي هو الانترناشنال سيستم هنبدأ نعرف الاول شوية تعريفات كده قبل ما ندخل على الهيت ترانسفير مود وانواع الهيت اكتشين جارو اول حاجة عندنا حاجة اسمها الهيت فيلاكس الهيت فيلاكس دي معناها ان ده الهيت ترانسفير ريت بير يونت اريا معدل انتقال الحرارة بير يونت اريا هنرمز لها برمز كيو دابل داش الهيت ترانسفير ريت اللي هي ان الهيت بير يونت طايم يعني كمية قد ايه هيت بتتنقل بير يونت طايم فهنرمز لها بالهيت دوت الهيت فيلاكس دي بقى اللي احنا قلنا عليها الهيت ترانسفير ريت بير يونت اريا بتساوي الهيت دوت الهيت ترانسفير ريت بير يونت اريا زي ما احنا قلنا عليه واليونت بتاعتها بي تي يو بير اور دوت في التربيع الهي الاريا طيب تاني حاجة هناخدها حاجة اسمها السرمال كونداكتيفي دي دي بتشوف الكاراكتريستس او الخواص بتاعت السولد ماتيريال وانتقال الحرارة من خلالها طبعا بتختلف السرمال كونداكتيفي دي باختلاف السولد وباختلاف تراكات الحرارة طبعا بتختلف عشان السولد لو اختلفت مع ايه فبتشوف بشوف قدرة المواد دي على ترانسفير الهيت ثرو سوليدز باي كوندوكشن. تالت تعريف هنعرفه ليه الهيت كابستي او بنسميها الهيت ودي اللي بتسوي الكيو بتسوي م سي بي دلتا تي احنا بنرمز لها بالسي بي ودي اللي هي عشان ازود واحد باوند او واحد كيلو جرام من الماتيري هنزوده ايه يما واحد درجة او واحد درجة طبعا ده اللي زي ما احنا قلنا الانجليش سيستم او الاس اي سيستم. رابع حاجة ودي بتستخدم في بنشوف الانلت والاوتلت بتاع الفلاويتس روت يوبس هنتكلم عن الموضوع ده اكتر قدام بس يعني بناخد فكرة عنه ان الدلتا تي من تمperature بنرمز لها دلتا تي اي م بسوى دلتا تي اتنين ناس دلتا تي واحد على الان دلتا تي اتنين ناس دلتا تي واحد وُلي اكون دي kun دي. وده الان اللي داخل التيوب وده اللي خارج ودي التانية مسلا او ده اللي داخل وده اللي خارج فبنشوف ده وده الدلتا تي وان وده الدلتا تي تو خامس حاجة حاجة اسمها هي ترانسفير كوفيشنت بنرمز لها بالرمز اتش ودي بتشوف اللير اللي ممكن تعوق انتقال الحرارة اللير بتاعت الفليود او الفيلم الفيلم او اللير اللي بتاعوق بين انتقال الحرارة ما بين الهيت ثيرفس and fluid medium اللي هي السيرمال ريزستنس بس دي للفليود زيها كنا بنتكلم على الايه السيرمال كوندكتفتي اللي هي الكي بس دي كانت للسوليد ودي اللي هو اليونت بتاعتها بيت يو برقاور اف تربيع ضد اف